أخبار الأهلي وده الأهم دايما بالنسبة للجمهور النادي الأهلي اللي بتابع برنامج كلام في الميديا بالتحديد فيما يتعلق بالفريق واستعداداته اللي المبارات سموحها بكرة البعض كان قليل شوية قالك كده ممكن ما يبقاش فيه ماتش بكرة على حاجة لا الفريق حيبتدي النهاردة استعداداته أو حيستكملها لأن احنا عارفين أن النادي الأهلي كانت مرن هناك في جنوب أفريقيا بعد الفوز أو بعد التأهل على حساب سونداونز بنتيجة 3 واحد في مجموعة المباراتين فبالتالي كان عنده يوم إضافي في جنوب أفريقيا اليوم ده كانت تخلى له بعض التدريبات الاستشفائية رجع الفريق مبارح لصبح الساعة 6 فكان فيه قرار مجلز فني ما يبقاش فيه تدريب مبارح طبيعي جدا بعد رحلة العودة من جنوب أفريقيا بالتالي النهاردة الأهلي بيستقنف تدريباته في إطار استمرار الاستعداد لمبارات سموحها بإذن الله تعالى بكرة إن شاء الله المبارات في استادر القاهرة الساعة 7 ونص والفريق يتمرن أو بيتمرن في هذه اللحظات التمرير يبتدى فيه تمام الساعة الرابعة عصرا وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق عايزة أقول لحراركه كمان بخصوص جونيور أجاية جهاز طبي يؤكد جاهزية اللعب بشكل كامل هو ما كانش يشارك في التدريبات الخاصة بالفريق في جنوب أفريقيا بعد مبارات سونداونز لكن ده مش معناه إن اللعب مصاب أو حاجة الأمور بالنسبة لجونيور أجاية جيدة جدا والراجل جاهز مش حاول بقى جاهز لمبارات بكرة لأنه هو مفروض إنه هو موقوف لمدة مباراتين إنه ما فيش أي إصابة يعني منها جونيور أجاية لعب النادي الأهلي وده أمر مهم جدا وأحد اللاعبين المميزين بصراحة في تشكيلة النادي الأهلي فيما يتعلق برمضان صبحي رمضان النهاردة حيبقى فيه فحص طبي قبل المران أكيد اتعمل الفحص ده أكيد برضو هنعرف كمان شوية من زميلنا العزيز مرئيس القناة الأهلي بخصوص هل رمضان شارك في التدريبات الجمعية ولا لأ لكن أعتقد أن الأقرب أنه شارك في التدريبات الجمعية لأنه كان على مدار الفترة رفاتت بيعمل بعض البرامج التأهلية اللي بتأهله للمشاركة في التدريبات الجمعية بشكل طبيعي مع الفريق ومنسمى المشاركة في المبارات بإذن الله تعالى لكن حتى لو شارك في التدريبات النهاردة صعب شوية أن يكون متواجد فيه مبارات بكرة أمام سموحها ده أمر مطروب بالجاز الفاني حنشوفه على مدار حلقة اليوم آخر مستجدات بالنسبة لإصابة سعد سمير إحنا عارفين سعد سمير كان عنده إصابة في واتر أكيدس أطع في واتر أكيدس وعمل الجراحة مؤخرا هو الفترة رفاتت كان رجع ألمانيا عشان يبقى ليه فحص طبي جديد هناك تحت إشراف الخبير الألماني ماركوس فولتر واللي هو عمل الجراحة يعني لسعد سمير حالة اللعبة تتحسن بشكل كبير جدا هو التدخلات تنفيذ برنامج علاجة طبيعي في ألمانيا وحيرجع على القاهرة ببرنامج محدد لتنفيذ واستمرار في تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية أيضا اللعب مهم جدا بيفتقده النادي لأهي سعد سمير